اشتركوا في القناة بالمسجد فحسب بل كان يسير بين الناس في الشوارع يذكرهم بالله وينصحهم ويعظهم ويفقههم ذات يوم رأيت جاري ولم يكن قد نام جيدا خارجا من منزله مرتديا ثوبه مقلوبا أنا أعرف جارك هذا إنه رجل معتو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد الحسن البصري تفضل أتغتابون رجلا مسلما وتهزؤون منه ألم تسمعوا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا إننا نحسن الظن بالله يا سيدي نعم ونرجو رحمة الله كذبتم لو كنتم تحسنون الظن بالله لأحسنتم العمل لله ولو كنتم ترجون رحمة الله لطلبتموها بالأعمال الصالحة إن الرحلة إلى الآخرة كالسفر في الصحراء من صافر دون ماء وطعام هلك وما الطعام والماء إلا العمل الصالح استغفروا الله عما كنتم تصنعون وعاهدوه ألا تعودوا إليه من هذا الشيخ إن له هيبة ووقارة ألا تعرفوا إنه الحسن البصري إنه من كبار التابعين وأم المؤمنين أم سلمة هي أمه من الرضاعة ومعه حق لقد كنا نغتاب ذلك الرجل استغفر الله وأعاهده أن لا أعود لمثل هذا أبدا وكان للحسن البصري الكثير من المواقف المشابهة لهذا الموقف لا يترك فرصة للنصيحة ووعظ المسلمين إلا استغلها كان الحجاج قد شيد بناء ضخما في مدينة واسط التي تقع بين الكوفة والبصرة ودعا الناس ليشاهدوا روعة البناء ويدعو له بالبركة فاغتنم الحسن البصري تلك الفرصة وانطلق إلى واصل أيها الناس أيها الناس لا يغرنكم هذا البناء الضخم ولا تبهرنكم روعة بنائه فإن فرعون قد بنا ما هو أكبر من ذلك وأضخم وأعلى فأهلكه الله وضمر ما بناه فاذكروا الآخرة ولا تلهينكم الدنيا فكل ما فيها زائل إلا طاعة الله وذكره والعمل الصالح يا سيد الحسن هذا يكفي سيغضب الحجاج وربما آذاك لقد أخذ الله عهدا على أهل العلم ليبينوه للناس ولا يكتموه وبالفعل علم الحجاج بما حدث وغضب غضبا عظيما كيف حدث هذا؟ ألم ينهه أحد أو يوقفه عن الكلام؟ لا أحد يستطيع أن يوقف الحسن البصري يا سيدي إن تأثيره في الناس عميق حسنا سأنهي هذا التأثير تماما أحضروه إلي تعال إلى الجوار يا بصري تعال هل لي أن أسألك عن بعض الأمور في الفقه؟ سلماشد وأخذ الحجاج يسأل والحسن يجيب فلم يترك سؤالا إلا أجاب عليه بعلم واسع وثبات قوي أيها الحسن البصري أنت سيد العلماء إلي بأفخر أنواع الطيب والعطور لا تحرمنا من حضورك ولا تبخل علينا بعلمك في أمان الله يا بصري بالله عليك قل لي بماذا كنت تحرك شفتيك عندما دخلت على الحجاج فقد تغير تماما منذ رؤاك قلت اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم السلام عليكم كان الحسن البصري محبوبا من الناس وكان كل من يأتيه طالبا العون أجابه إلى طلبه السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ألست أخ العلاء بن زياد؟ أجل وقد جئتك كي تنقذ أخ العلاء ها؟ وماذا حدث له؟ هل أصابه مكروه؟ سأفهمك في الطريق هل يمكن أن تذهب معي الآن؟ بالطبع هيا هيا بنا جاء رجل إلى العلاء ذات يوم فقال إنه حلم أن العلاء من أهل الجنة ومن يومها والعلاء في منزله يصوم ولا يفطر ويصلي ولا ينام حتى كاد يهلك لا حول ولا قوة إلا بالله لابد أنه خاف أن تغره الدنيا فيطمئن إليها بعد أن سمع كلام ذلك الرجل أعانك الله يا ابن زياد إنه لا يريد حتى أن يفتح الباب يا ابن زياد يا ابن زياد أنا الحسن البصري هل يمكنني الدخول؟ لقد فتح بابه أخيرا هيا هيا ندخل إليه بل دعني أنا أكلمه وحدي وسيكون خيرا إن شاء الله اللهم أعن الحسن البصري على إقناع أخي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يصرني منظرك هذا يا ابن زياد أهل سيسرك منظريه حينما أكون في نار جهنم؟ معذ الله معذ الله لماذا تقول هذا؟ أخبرني أحدهم أنه رأى في نومه أنني من أهل الجنة نعم، نعم، علمت بهذه الرؤية وأنا علمت أنها اختبار لي من الله ليرى هل أصدق أم أجتهد في العبادة ومنذ ذلك اليوم أقسمت أن لا أتوقف عن ذكر الله وعبادته فهل تسمع مني يا ابن زياد؟ على الرحب والساعة يا بصري قل ما تشاء لم يخلق لنا الله الجنة فقط بل خلق لنا الدنيا أيضا أليس كذلك؟ بلى، لكنه جل وعلا قد خلق لنا الدنيا ليختبرنا فيها ومن ينجح في الاختبار هو من يعيش في الدنيا مستمتعا بالطيبات من الرزق التي وهبها الله لنا ومطيعا وعابدا لله لا تلهيه الدنيا عن العبادة ولا تهلكه العبادة فيفقد حظه من الدنيا ماذا تعني يا بصري؟ رحم الله رجلا كسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا ليوم فقره وفاقته فهذا قد ربح الدنيا والآخرة وماذا أصنع بوقتيه إذا لم أتقرب إلى الله فيه بالذكر والعبادة؟ وإذا مت بسبب عبادتك والإفراط فيها فكأنما قتلت نفسك وقاتل نفسه في النار الحمد لله هيا أحضر شربة ماء لأخيك فلابد أنه عجال جدا الآن حسنا حسنا شكرا لك يا سيد البصري شكرا لك جزاك الله عني خير جزاء يا بصري لقد وضحت لي ما لم أنتبه إليه بل جعلني الله سببا لإنقاذك مما كنت ستقع به فاحمد الله واشكر الحمد لله على نعمه كافة الحمد لله ظل الحسن البصري طوال عمره ناصحا للمسلمين ولولاة الأمر خاصة سواء في حلقته في مسجد البصرة أو في أي مكان يذاب إليه ولم يكن اسم الحسن البصري يذكر إلا وذكر معه العلم والتقوى والجرأة في الحق وظل الحسن البصري محبوبا من الناس فلما توفي في ليلة الجمعة من أول شهر رجب سنة مائة وعشرة للهجرة خرجت جنازته من مسجد البصرة وبينما الناس يسيرون في جنازته حان وقت صلاة العصر ولكن لم يكن هناك أحد في مسجد البصرة فقد كانت البصرة كلها تسير في جنازة هذا التابعي الجليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر